السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل حاجة تخص كريم دي مارك وفوائده واضراره وكل حاجة في الفيديو مع بعض النهاردة بس قبل ما نبدأ الفيديو لو لسه ما اشتركتش عندي في القناة اتمنى منك ان انت تشجعيني وتشترك عندي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد ومتنسيش لو الفيديو عجبك تعمليه لايك للفيديو وشير ويلا بينا كده ان شاء الله نبدأ مع بعض اول حاجة كريم دي مارك زي ما انتم شايفين كده ده شكله سعره مش غالي ولا رخيص هو سعره متوسط هو سعره 65 جنيه الكريم ده بتقدري ان انت تستعمليه طول فترة الحام او من بداية الشهر الخامس من بداية ما البطن كده بتبدأ ان هي تتمدد الكريم ده بيقديرك على علامات تمدد الجلد وبيزيل السلوليت والدهون الموضعية يعني مش شرط كمان ان انت تستعمليه لو انت حامل اه وبطنك مسلا بتتمدد او بدأ يظهر فيها خطوط البيضة او الخطوط البني بتبتدي كمان ان انت ممكن تستعمليه في اي مكان انت حابة ان انت تخسسيه هو بيزيل الدهون الموضعية يعني اي مكان في جسمك حابة ان انت تخسسيه بتبتدي ان انت تدهني من الكريم ده اه هو كريم جديد كده يعني مش قديم مش من زمان قوي وتركيبته حلوة جدا انه ريحته جميلة جدا انا هوريكو دلوقتي الشكل اللي عبوه من جوه بس حبيت ان انا اتكلم معاكم عن استعمالاته واستعمالاته المختلفة يعني هقرأ معاكم كده اللي مكتوبة على العلبة هنقرأها مع بعض اول حاجة هو كريم دي مارك كريم ده اه غني بالمواد الطبيعية المغزية والمرطبة للجلد اه بيعالج مشاكل الجلد من علامات تمدد الجلد والسلوليت والدهون الموضعية زي ما قلتلكم ويتكون من الزنجابيل والكافيين ومستخلص بذور العنب وزيت السيليكون وفيتامين الف وهيه وجيم وبنسينول طبعا مرتب قوي ومستخلص الصبار وزبدة الكاكاو والكولاجين والجليسترين طبعا كولاجين والجليسترين دول مادتين حلوين جدا جدا في ترتيب البشرة وازالة علامات تمدد الجلد وازالة الدهون طبعا زي ما كلنا عارفين يعني هو بيعمل ايه بيساعد على التخلص من الدهون ومنع تراكمها في الخلايا بكسافة مما يقلل من محيط الفاغذين بشكل مرحوص يعني هو اول حاجة بيستعمل لازالة علامات تمدد الجلد في البطن وفي الفاغذين برضو في اي مكان في الجسم يعني مشرارة المكانين دول هو يعتبر بيخسس لك اي مكان في جسمك لو ماشيتي عليه من شهر لثلاث شهور زي ما هقولك كده على طريقة استعماله ان شاء الله هنقول مع بعض الطريقة الاستعمال بتاعته وتاني حاجة بيحفز نشاط الانزيمات الحارقة للدهون يعني هو كمان بيحفز لك الانزيمات اللي هي بتاعي الدهون في المكان اللي انت عايز تخصيه ده مش شرط كمان يعني ان هو بيخصص المكان بس لا ده بيحفز الخلايا كمان وكمان بيعمل على شد شد الجلد ومنع الظهور وتحسين شكل علامات التمدد الجلد هو بيشد الجلد وبيمنع ظهور العلامات البيضة والغمقة والبني في الجلد وبيحسلك كده من مظهر الجلد العام يعني وبيمنع تكون اصلا العلامات دي لما بتمشي عليه مرتين في اليوم طول فترة الحمل او مثلا في اخر اربع شهور من الحمل بيمنعلك ظهور علامات البطن دي زي ما فعلا هو عمل معي انا بجد هو يعني بدأ يخفيلي فعلا علامات تمدد بطني من اول لما ابتدت ان انا استعمله ابتدت كده ان انا استعمله في اخر الشهر الخامس من الحمل فهو بدأ ان هو يخففلي العلامات مجرد ما بتزهر ان هو بادي عليها كده او بيخففها بس بيخففها بشكل ملحوز يعني وكمان بيعمل على التساع الشعيرات الدموية وبالتالي زيادة مرور الدم الأماكن التراهلات الأماكن المتراهلة عندك او اللي هي مليانة مسلا عندك هو بيعمل على التساع الشعيرات الدموية فيها علشان يقلل من حجمها او ان هو يعني يخسسها شوية وبيعالج التمدد الجلدي اه ومما يصرع من التقامها التقامل هي يعني العلامات دي لتقامل العلامات تمدد الجلد دي بيقديلك عليها كده وبيحافز طبعا على الرطوبة بتاعت الجلد وبيحملك الجلد من الجفاف والتشققات وبالتالي بيحسن من مرونة وشكل علامات تمدد الجلد والترهلات يعني طبعا كلنا عارفين ان الجسم بيبقى محتاج ترتيب عالي ومرطبات طبعا قوية فهو الكريم ده حلوة جدا ان ها بيقديلك عليك الجفاف والتشققات بشكل يعني باين جدا لو جربتيه هتلاحظي بجد يعني الفرق لما بتستعمليه الفرق لو كمان جلدك جاف هتلاحظي ان جلدك بقى مترطب على طول وشكله جميل جدا كده وشكله جلده صح يعني وبيعمل عادة جديد خلايا البشرة بيحمي البشرة من السموم لكونه مضاد للأكسادة وبيقوم طرف الانسجة يعني هو كمان بيضاد مضاد للأكسادة بتاعت البشرة اللي بتحصل واللي بتسبب اي اسمرار او غمقان في البشرة هو بيزلك على الاسمرار ده والغمقان ده يعني هو استعملاته كثيرة جدا وزي ما قلتلك بيحمي الجلد من علامات تمدد الجلد وبيخلصك من السلوليت او الدهون اللي هي في الاماكن المحددة في جسمك اللي انت عايزة مثلا تخصيسيها وبيساعدك على التخصيص واعادة تناسق شكل جسمك يعني لو حب ان انت يتخصي مكان معين في جسمك تقدر ان انت تستعملي كريم ديمارك بتدهني على المكان المعين ده بس لازم تمشي عليه من شهر لتلت شهور مرة تانية يوميا هتلاحز فعلا الفرق يعني هتلاحز فرق رهيب بجد والله وعن تجربة هيعجبكو جدا وسعره حلو جدا هو سعره خمسة وستين جنيه مش غالي في زي كريمات آآ تانية كتير غالية يعني مكرنة بيه ومش رخيص ونفس الوقت هو سعره متوسط آآ العبوة دي هتقعد معاكي شهر آآ هي عبوة كبيرة مصصغيرة يعني حجمها كبير هي ميت جرام هوريكو شكلها من جوه بصو هي انبوبة كده انبوبة كبيرة يعني مصصغيرة وبجد هو ريحته طحفة ريحته جميلة جدا هوريكو بقى شكل الكريم نفسه من جوه هو كده عبارة عن زي بازلين تقيل بصو زي ما انتو شايفين كده سمكو تقيل يعني تبتدي كده ان انت تعملي مساج للمكان اللي انت عايزة تخسسيه تبتدي كده ان انت تدلكي فيه هو بصو تحسو ان هو البشرة مش بتتشربه بس عن تجربة هو جميل جدا بفعلا بسيحلك اي دهون انت عايزة تخسسيها في المكان ده بيقدلك عليها آآ والله لو جربته فعلا هيعجبكو يعني انا حبيت ان انا فدكو بيه زي ما هو فدني وزي ما قلتلكو انت بتبتدي ان انت تعملي مساج كده وتدلكي الكريم على المكان اللي انت عايزة تخسسيه طبعا اي مكان في الجسم آآ وهو فعلا بيسيح الدهون من المكان ده وهتلاحز الفرق بس مش من اول استعمال طبعا او مش من شهر يعني من شهر لتلات شهور بتنتزمي عليه المدة مرتين في اليوم حبيت ان انا فدكو وبتجربتي مع كريم دي مارك عشان اللي حابة ان هي تستعمله فعلا يعني تقدر ان هي تستعمله هو جميل جدا وزي ما فدني حبيت افدكو بيه واتمنى للفيديو يكون عجبك وتكونوا استفدتوا منه باي معلومة ولو الفيديو عجبكو متنسوش تعمليه لايك للفيديو وشير واسبكم في رعاية الله واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد ولو حابين ان انا عمل لكم اي فيديو ياريت تصبولي في الكومنتات او لو حابين ان انتو تسألوني اي سؤال اتمنى منكم برضو تصبولي كومنت حلو منكو كده اشه غاني هو استنوني وزيو جديد ما سلم